اهلا بكم الى موجة الاخبار الرياضية على قناة الحدث الافريقي اصدرت اللجنة المركزية لتأديب مجموعة من العقوبات في حق عدة اندية البطولة الاحترافية انوي وذلك بعد اجراء مباريات الجولة الثالثة وكانت العقوبة الابرز هي ايقاف لاعب اتحاد تورغة ايمن مريد لاربع مباريات نفذة مع تغريمه مبلغ عشرة الاف درهم لطرده في المباراة التي جمعت فارقه بالجيش الملكي وذلك لبسقه على احد لاعبي الخصم وذلك بناء على المدى 85 من مدونة التأديب كما تم توقف زميله بالفريق اشرف هرماش لمباراة واحدة بعد طرده وذلك بناء على المدى 53 اثنين من مدونة التأديب ومن جانب فريق الجيش الملكي فانه تقرر توقيف داكروز فرناندو مدرب فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ عشرين الف درهم بعد طرده وذلك بناء على المدى 86 من مدونة التأديب وتغريم فريقه مبلغ 25 الف درهم لاستعمال جماهيره للشهوب الاصطناعية ورميه للقارورات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد تورقة وذلك بناء على المدى 105 من مدونة التأديب تفوق المنتخب المغربي الأول أمس الأربعاء على منتخب مدغشقر بهدف النظيف في مباراة ودية مغلقة جمعت بينهما داحل مركب محمد السادس لكرة القدم ضمن الاستعدادات للاستحقاقة المقبلة وسجل الهدف الوحيد في المقابلة الوافد الجديد وليتشديرا مهاجم افسيباري الإيطالي وقعا بذلك أول أهدافه رفقة أسود الأطلس وسيواجه المنتخب الشيلي يوم غد الجمعة بمدينة برشلونة ثم سيلاقي البرغواي يوم الثلاثاء القادم بإشبيلية ضمن احتبارين وديين استعدادا لكأس العالم بقطر أدان نادي برشلونة نشر تسريبات من مفاوضة النجم الأرجوطيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مع النادي الكتالوني وقال برشلونة في بيان رسمي فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة منذ أمس في الموندو تحت عنوان تسريبات برشلونة ملفات النادي السرية الجزء الأول يعرف النادي عن استيائه من التسريب المتعمد للمعلومات التي تعد جزءا من عملية قانونية وأضاف يأسف النادي لأن وسائل الإعلام المعنية تفتخر بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من المستندات ورسائل البريد الإلكتروني التي تعد جزءا من تحقيق برساجات في حين أن هذه المعلومات لم يتم مشاركتها بعد وعلى أي حال فإن المقال المعني جعل المستندات متاحة للعامة رغم أنها متعلقة بقضية جارية ويعتبر استخدامها إهانة لسمعة النادي وسريته لهذا السبب وبهدف حماية حقوق النادي تدرس الإدارة القانونية الإجراءات التي يجب اتخاذها أعلنت مجلة فرنس فوتبول استحداث جائزة جديدة في حفل الكرة الذهبية الذي سيقام يوم السابع عشر أكتوبر المقبل بأحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس وكشفت المجلة في بيان رسمي أمس الأربعاء عن استحداث جائزة تحمل اسم الأسطورة البرازيلية الرحل سقرات وأشار البيان إلى أن الجائزة الجديدة ستكون مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية وأطلق اسم سقرات على هذه الجائزة تقديرا لدوره السياسي في مناهضة الحكم الدكتاتوري في البرازيل وبهذه الكأسة الجديدة يرتفع العدد إلى سبع جوائز في حفل 2022 وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعب في العالم وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وهو يشين لأفضل حارس مرمى وغيرد مولر لأفضل هداف وجائزة أفضل ناد بخلاف جائزة سقرات بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز الرياضي شكرا على المتابعة